انتهى الدوام ونحن حفاة الأقدام نمشي بين المعسكر في الظل لأن الرمل كانت غزة أغلبها مناطق رملية والرمل يمتص الحرارة وبين المعسكر اللي عند المدرسة بنسمي معسكر المجادلة ومعسكرنا الغربي في هناك مساحة فاضية أنا أسميها بادية الصحراء التي اخترقها خالد بن الوليد من العراق إلى الشام ليقابل الروم كيف نستطيع اختراق هذه المساحة والرمل يكوي الأرجل من الحرارة فوقفنا ثم اندفعنا نحن الأربعة وبدأ الصراخ من الحرارة الشديدة فخطرت لي فكرة أن أنام على ظهري وأرفع نجلي ففعلتها وفعلوا مثلها ثم جاءت النجدات شافون الأهل من أعلى التل هذا أحضروا له حفاية وهذا أحضروا له شبش إلا أنا لم يأتي أحد نجدتي فانطلقت وأكمل فما وصلتهم إلا ورجلي قد انسلخت من الحرارة من اللمحات الجميلة يعني في أيام الانتفاضة الأولى ومنع التجول يستمر يومين أو ثلاثة فينفذ الطعام لا يوجد ثلاجات لأنه ما فيه كهرباء في تلك الأيام في أغلب البيوت فيصرخ أبو حسن عندك أدس يقول له نعم فيربط له ويرميله فكس من بيت لبيت القضية في المخيم حياة المخيم لها ميزات إيجابية جميلة جدا منها هذا التكافل وقد شعرنا به في سن الطفولة لكن المعاناة لأنها عامة فلا تجد فيها الألم مثل المعاناة عندما تعيش بين أغنياء وأنت فخير ترجمة نانسي قنقر